موسيقى موسيقى ليه أخلاقنا تغيرت؟ ليه ما بيناش شبه أبقنا وأمهاتنا؟ مش هقول شبه أجدادنا وهرجع على الوراء أوي كده كفاية أبقنا وأمهاتنا؟ ليه تغيرنا؟ ليه ما بيناش زي الأول؟ نقطة ومن أول السطر موسيقى أخلاقنا في بيوتنا أسرة مكونة من أب وأم وأخوات كان إيه لي بيحصل زمان وإيه لي بيحصل دلوقتي؟ تعالوا كده نسلط الدوق ونشوف زمان كان بيحصل إيه؟ جرز المنابه يضرب تصحى الأم من النوم ويصحى وراها الأب تبتدي تصحي أولادها ويبتدوا يتجمعوا على صفرة واحدة يفتروا مع بعض وبعد كده ينزل الأب في إيده أولاده كل واحد فيهم يروح على مدرسته أو يروح على جمعته والأب يروح شغله طيب وإحنا نازلين إيه اللي حصل مع الجيران؟ وإيه اللي حصل مع جيراننا في البيت وجيراننا في الشارع؟ كان زمان وإنت نازل بتسلم على صحبك طارق وصحبك علاء وصحبك خالد النهاردة تقريباً وإنت نازل من البيت بيت الدارة أو ممكن تشوف جارك وما تقوله الصباح الخير ولا سلام عليكم دي برضو كانت أخلاق أخلاقنا مع الأرايب وصلة الرحم أنا عايز أسألك سؤال أو أسألك سؤال يا طارق آخر مرة وصلت رحمك كان إمتى؟ آخر مرة روحت خبطت على عمك ولا عمتك ولا خالك ولا خالتك على قد فنجان قهوة أو كوباية شاي كان إمتى؟ هتلاقي نفسك واقف قدام السؤال ده حيران فعلاً بقالك كتير ما عملتهاش عشان دي برضو كانت أخلاق طب أنا هقولك على معلومة تانية تعرف إن صلة الرحم بتوسع رزقك يعني اللي بياصل رحمه ربنا بيوسع رزقه وبينزل عليه بركات من السماء والأرض إحنا وصلنا لمرحلة إن حتى الرزق بتاع ربنا بقينا رفضينه مش عايزين الرزق ده لأننا ما بنصلش أرحمنا كنا زمان بنشوف كل أسبوع أو على قل مرتين في الشهر كل أفراد الأسرة بتتجمع مش أسرتك في البيت لوحدك لا بتلاقي والدك خدك من إيدك ومعاك مامتك ورحذر عمك أو رحذر خالك دي كان اسمها صلة رحم عشان برضو كانت أخلاق لكن النهاردة اللي بيحصل بعيد كل البعد عن الأخلاق وبعيد كمان عن الدين جاريت نفكر في السنة الجديدة إزاي نصل أرحمنا ونرجع على عادتنا بتاعت زمان لأن زمان كانت الدنيا فيها بركة وكل الحاجات ديت والأخلاق اللي احنا فقدناها بسببها فقدنا البركة وفقدنا حاجات كتير قوي في حياتنا نقطة ومن أول السطر كان زمان فيه عادة أن كل شهر أو كل أسبوع أو على قل مرتين في الشهر بتلاقي والدك أو والدتك رايحين يزوروا قريبهم ورايحين يزوروا أهلهم النهاردة الكلام ده ما بيحصلش بقى مقتصر على التليفون فقط يا أخي ده النهاردة ممكن تعزي قريبك على التليفون طيب أقول لكم على حاجة تانية زمان لما كان بيحصل حالة وفاة في أي شارع كان إيه لي بيحصل كان عيب جدا أن أتشغل التليفزيون دي حصلت معي أنا شخصيا كانت في حالة وفاة في الشارع وطلعت وأنا طفل صغير مش فهم حاجة ولا واعي أنا بعمل إيه شغلت التليفزيون كانت النتيجة أن والدتي شخطت فيا أو زعاقتلي النعيب نشغل التليفزيون النهاردة بيبع عندك حالة وفاة في العيلة بتاعتك وممكن ما تروحش تعزي وبتكتفي برسالة على التليفون أو كومنت على الفيسبوك اتغيرنا كتير يبقى لعيب مش في الزمن لعيب فيه نحن أتمنى أن إحنا وإحنا دخلين على سنة جديدة نعيد تقييم الأمور من أول وجديد ونبتدي نبص الأخلاقنا أخلاقنا وإحنا في الشارع والمواصلات العامة يا ترى زي زمان يا ترى أنت بتقدر تعمل النهاردة الحاجات اللي كان أبهاتنا وأمهاتنا بيعملوها طب أنا حديك مثال صغير لو أنت النهاردة في مواصلة عامة أوتوبيس مترو ودخل عليك راجل كبير في سن والدك أو ستة كبيرة في سن والدتك يا ترى بتقوم من على الكرسي عشان تععدها ما هدي برضو أخلاق وبتؤجر عليها وبتاخد ثواب بس الأسف الكلام ده ما بيحصلش أنا موقف حصل معايا شخصي كنت في مواصلة عامة وطلع راجل كبير في سن والدي بس كان بعيد عني شوية وبالصوت فواف قدام ولد وبنت سنهم يتعدى ستتاشر سبعتاشر سنة بس محدش يوم فكر يقوم له اضطريت النهان ده للراجل وروح أجيبه من إيده واعادوا على الكرسي اللي أنا أعاد عليه عشان دي أخلاق اتربينا عليها في بيوتنا وإحنا صغيرين طب النهاردة الأب والأم بيقدروا يعلموا ولادهم الكلام دوت يعني مثلا يوم الجمعة كنا بنقعدوا قدام الشيخ الشعروي نتعلم أصول دينا ونتعلم برضو الأخلاق بمنتهى البساطة هل ده بيحصل النهاردة؟ للأسف ما بيحصلش أتمنى من ربنا مع السنة الجديدة إن إحنا نعيد تقييم الأمور من تاني ونتحلى كلنا بالأخلاق عشان خاطر الأخلاق حاجة مهمة جدا في حياتنا أشوفكم بخير